من الحاجات اللي بحبها جداً في التساع عموماً في برنامجنا إن إحنا كلامنا مرتبط ببعضه زملائي هما بيتكلموا في النشر عن الأخبار العالمية وعن أزمة الغذاء وعن التضخم وعن ارتفاع الأسعار وعن قادة العالم اللي كل منهم بيقول قلوم على الآخر وأنه وبيقول يعني أو بيتهموا بأنه هو السبب في الأزمة هو الحقيقة إنه هكذا تصنع الأزمات بقيس ده على كل حاجة هكذا تصنع الأزمات رؤوس بتتصارع وفي نفس الوقت أكتر ناس بتدفع التمن هم الناس اللي ما كانش ديهم أي ذنب ولا كان ديهم أي قرار في هذه الأزمات الكبر مش بعيد خالص إننا نفتكر إنه من شهور فاتت يعني فات مئة يوم على أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لكن من شهور فاتت قبلها كنا بنتكلم عن أزمة بالمناسبة وكنا بنتكلم عن تضخم قادم وعن ارتفاع قادم في الأسعار بسبب تداعيات أزمة كورونا لو فاكرين وقتها المصطلح اللي كلنا اتكلمنا فيه واستخدمناه لما اتكلمنا عن فكرة سلاسل الإمداد والتبريد وقد إيه إنه بعد أزمة كورونا حصل اختلافات كتير في سلاسل الإمداد وبالتالي ارتفعت أسعار الشحل فاكرين الوقت ده تخيلوا بقى إنه النهاردة وبعد مرور وقت قليل جدا نحن نتكلم في مئة يوم يعني ثلاث شهور وشوية مش رقم كبير أبدا لكن بعد مرور ثلاث شهور وكأن الخريطة تغيرت وكأنك لو كنت رجعت بس لرفع الأسعار بتاعت داعية أزمة كورونا كنا أكيد العالم كله كان يبقى أفضل حالا طول الوقت أخبار الحروب والنزاعات هي الأخبار الأسوأ على الإطلاق وزي ما كتير من الحكماء دايما يقولوا كده في الحرب مفيش مكسب مفيش حد كسبان الجميع خاسرون وبرضو تحديدا أكثر ناس بتخسر هي الناس اللي محدش سألها ومحدش خد رأيها اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا هو إنه العالم كله في أزمة تضخم وتضخم كلمة يمكن يفهمها أكتر واستخدمها أكتر الاقتصاديين واللي بشتغلوا في الاقتصاد لكن يفهمها كل واحد فينا لما يروح يشتري حاجة وأسعارها تزيد بشكل كبير جدا أو بشكل واضح وغير مرتبط حتى بالندرة يعني مش بفكرة إن لأن دي ندرة زي ما كنا بنتكلم مثلا من فترة مش بعيدة إنه أسعار الأمح بسبب الحرب لا خالص تضخم يعني ارتفاع أسعار معظم السلع بشكل كبير جدا وبالأكتر السلع الغذائية يعني السلع الأساسية لكل الناس سلوكيات التضخم بقى مرتبط بها حاجات كتير كل دولة بتحدد أولوياتها شفنا مثلا إنه في مصر الأول رد فعل وده مش هقدر أقول إنه رد فعل أو الفعل استباقي إنه كلمنا كتير عن أمنين الغذائي الأسبوع اللي فاتكنا نتكلم عن فكرة إنه يبقى الزراعة ملف الزراعة الأمح الدلتة الجديدة كل التفاصيل اللي تخص إنك التضخم موجود وحاصل ولازم يوصل لك لأننا دولة في وسط العالم واقتصادنا واحد من الاقتصادات اللي تأثرت كتير قوي بالتضخم لازم يطولك التضخم لكن هتيجي تشوف ردود الفعل بتاعة الدولة زي بتحمي المواطن وبتحمي الشخص العادي الطبيعي دي هتكون محط أو علامة استفهام كبيرة ومهمة جدا في الإجابة عن السؤال بالمناسبة الخبر الحلو عشان ما بقاش كلامنا كله مزعج هتعدي والأزمة العالمية حصلت قبل كده وبتحصل مرات متكررة بتحصل في مرات بسبب أمور تخص العقارات بسبب أزمات النفط والمرة دي بسبب حرب أيا كان السبب بتحصل الأزمات وبتعدي وهتعدي زي ما عدى غيرها لكن تاني هنرجع نقول أنه سلوكيات المواطنين إحنا كمواطنين لازم تتغير سلوكيات الدولة وأولوياتها في حماية مواطنيها كمان بتتغير